اشتركوا في القناة في صورة غير صورة التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذ جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله تعالى في صورة التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا الاجابة هنا طبعا هتكون طويلة فانا هقرأ منها اللي كاف في وقت الحلقة واللي عايز يقرأ كلها يرجع لإسلام ويقرأ الباقي فهنا بيقولوا ايه الحمد لله وإلى اخر الكلام اما بعد مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذ جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله تعالى في صورة والتي يعرفون وهذا يعني انهم لا يتحركون من ارض المحشر ولا يتبعون معبودا غير الله تعالى فبعد ذلك يأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقرون ويقولون انت ربنا هذا وليعلم ان احاديث الصفات يجب الإيمان بما دلت عليه من غير تكيف مع تقد تنزيه الله تعالى عن الشبه بالمخلوق فقاعدة السلف في صفات الله تعالى هي امرارها كما جاءت بلا كيف كما قال شيخ الإسلام في كتاب العقيدة الوسطية ومن الإيمان بالله الإيمان بما جاء بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل يعني ايه يعني بيقول كده الحديث بيقول فإيه جاء ربنا عرف ده فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون وأنا هنا عندي سؤال ايه هي الصورة اللي المسلمين يعرفوها عن ربنا وبعدين قال قاعدة السلف في صفات الله تعالى هي امرارها كما جاءت بلا كيف وخلينا نكمل الإجابة وقال الترمزي في سننه بعد تخرج رواية من روايات هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء والمسهف في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان السوري ومالك وابن ألس وابن المبارك وابن عيينة ووقيع وغيرهم إنهم ربوا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقول كيف وهنا برضو أكد إنك تؤمن بالأحاديث زي ما جت وما تسألش إزاي ولا كيف ولا أي حاجة وخلينا نكمل الإجابة وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقول كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم وقال أيضا في كتاب الزكاة بعد رواية الحديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه قال رحمه الله وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقول كيف وهكذا روا عن مالك وسوفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك إنهم قالوا أن هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة يعني هنا بيقول لنا إيه بيقول إن أهل الحديث اختاروا إن تطروا هذه الأشياء زي ما جد وتؤمن بيها وما تفسرهاش وما تتوهمش وما حدش يقول كيف وخلينا كمان بعد كده نكمل الإجابة أما الجهمية فأنقرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسامع والبصر فتأولت الجهمية هذه الأيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هنا القوة هنا بيقول إن الجهمية ودي فرقة مكفرة لأنها بتنكر صفات الله بالتأويل زي مثلا تأويل اليد أو يد الله رح أقالوا عنها القوة وبالتالي أنكروا إن الله خلق آدم بإيده يعني خلق بقوة ومش بإيده وهنا عايز يقول لنا اللي هيأول صورة الله في الحديث ده هيكون إيه زي الجهمية يعني الله عنده صورة محدشي أول الصورة دي وخلينا إيه نكمل الإجابة وروا ابن بطة في الإبان عحمة الابن إزحاق قال قلت لأبي عبد الله ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا قال نعم قلت نزوله بعلم وأم بميزة قال فقال لي أسكت عن حيزة وغضب غضبا شدينا قال ابن بطة وقال مالك ولهذا امد الحديث كما يروى بلا كيف وهنا بيذكر لنا إن الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا برضو محدش يسأل فيه وتروى الحديث وتروى الحديث بلا إيه محدش يقول كيف يعني أنت تروى الحديث كده ينزل ربنا ما تحدش يسأل ونكمل الإجابة ووروى اللالكاء عن الوديد ابن مسلم قال سألت الأوزاع وسوفيان السورية ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية يعني رؤية الله يوم القيامة فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف يعني كل الأحاديث اللي فيها رؤية الله يوم القيامة قالوا أمروها بلا كيف بلا كيف الشيخ عبدالله الغنمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري قال إيه قال وقولهم يأتيهم الله هذا من أوصف الله وأفعاله التي يفعلها إذ شاء وتؤمن بها وتؤمن بها كده ودي طريقة تستلف في الأمة وخلينا مع بعض نكمل إيه الإجابة ومن أهل التأويل الذي يزعمون أنهم ينزهون الله عن أوصف المحدثين كما يقولون ولهذا تجدهم يجهدون أنفسهم في تحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله زعمين أنه لو أجرى على ظاهره لأفاد التشبيه والتشسيم لذلك جعلوا تأويله واجبا والواقع أن ما يسممونه من ذلك تأويلا هو تحريفا وإلحادا يعني إيه الكلام ده إن أهل التأويل يعني اللي بيأولوا صفة الله يعني مثلا يقول لك الإيد هي القوة السقية الشدة كل ده بيعتبر تحريف لأن على ظعمهم عايزين ينزهوا الله عن التشبيه والتشسيم والواقع إن ما يسمينه من ذلك تأويلا هو إيه تحريف وإلحاد ولأن الإجابة طويلة ممكن تروحوا تكملوا الكلام لكن الخلاصة إنك لما تشوف الحديث اللي فيه إن الله يأتي في صورة غير الصورة التي يعرفون ويقول أنا ربكم ويستعيز من المسلمين يروح يغير صورته ويجي في صورته المسلمين عارفينها اللي إحنا مش عارفين إيه هي مين ده هما المسلمين عارفينه ويجي في صورته التي يعرفون لازم تروي الحديث وتمرروا كده وما تسألش وفي آخر الحلقة صاحب السؤال ما أخدش إجابة ويبقى السؤال إيه زي ما هو وألتقي بيكم في حلقة جديدة من سين وجيم وتابعين وألتقوا بكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر